إلى العمليات العسكرية حيث أعلنت حماس مقتلى مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة العميد فائق المبحوح المبحوح كان مشرفا على إيصال المساعدات لغزة والشمال مؤخرا وفق ما قالته حماس لكن من هو هذا القيادي فائق المبحوح وما دوره في إدارة العمليات في القطع هو ضابط في شرطة حماس برتبة عميد فائق المبحوح كان يشغل منصب مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة أشرف المبحوح على توزيع المساعدات مع الأنروا في الشمال مؤخرا وقتلته إسرائيل خلال اشتباك تزامن مع اقتحام قواتها لمجمع الشفا المبحوح هو شقيق القياد السابق في حماس محمود المبحوح الذي اقتلته إسرائيل عام 2010 في دبي إسرائيل تتهم فائق المبحوح بأنه المسؤول عن توريد الأسلحة للحركة وكانت إسرائيل اعتقلته لنحو 15 عاما